الزعيم الثالث للتنظيم سيادة العميد أبو الحسن القراشي مات في منتصف أكتوبر الماضي في عملية بدرعة وأعلن التنظيم نفسه تنظيم داعش هو الذي أعلن مقتله في نهاية نوفمبر الماضي يعني بعد 45 يوما وهنا السؤال معلومة كهذه معلومة عن زعيم تنظيم داعش ومقتله هل من الصعب أن تكون غير معلومة لأجهزة جمع المعلومات الأمريكية والأوروبية معلومة ثقيلة كهذه طيلة 45 يوما تحياتي لحضرتك أستاذ محمد وللضيوف الأعزاء بالطبع لا يعني بشكل كبير وبتأكيد من خبرات سابقة أكاد أظن أن هذه المعلومة كانت متوفرة بشكل واضح لدى الجانب الأمريكي وأطراف التحالف الدولي بل وربما لدى الاستخبارات السورية والعراقية أيضا وربما لن نكون متجاوزين لو تحدثنا عن أن الاستخبارات الأردنية أيضا باعتبارها قريبة الصلة جغرافية من هذه المنطقة قد تكون لديها معلومة الاغتيال أو قتل هذا القيادي أو زعيم تنظيم داعش لكن عادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتريت بشكل كبير ولا تفسح عن أن لديها هذه المعلومة في الجزء الأول هي تريد أن تتثبت وتتأكد من أن الشخص الذي قتل بالفعل هو ما تحت يديها من معلومات بأنه هو قائد التنظيم بالفعل نظرا لأن قيادات التنظيم تستخدم العديد من الأسماء الحركية ربما تستخدم بعض من تسريب معلومات قد لا تتثبت من الأجهزة الأمنية تحتاج إلى أن يصل لها التأكيد من أكثر من مصدر الأجهزة الأمنية عادة لا تسارع بإعلان مثل هذه الأمور حتى يكون الأمر مؤكدا بل وتنتظر في بعض الأحيان إلى أن يصدر التنظيم نفسه بيانا بمقتل زعيمه وهكذا تتعامل عادة مع كل من تنظيمي داعش والقاعدة الأمر الثاني أن ملابسات قتل هذا القائد أو قائد تنظيم داعش جرت ليس في عملية أمنية من قبل جهاز أمني يمكن أن يخرج كما حدث الأمر في العام 2019 وحتى ذكرت ذلك في البداية أو في العام 2020 أو في العمليات التي قامت بها قوات الولايات المتحدة لكن هذا القيادي قتل في اقتتال داخلي ما بين تنظيم داعش وبين بعض من الفصائل المسلحة الموجودة في منطقة درع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر